صور كتيرة فهنتقل للصورة الثانية حكومة المهندس شريف اسماعيل ومعاها برنامجها ويخطط 20-30 دي صورة ندرة بالنسبة للمهندس شريف اسماعيل الصورة ندرة بمعنى انه يبدو ان كان فيه تفكير فيها لانه هو بيرفع بيمينه برنامج حكومته هو طبيعته كمهندس بيترول ومش بالخلفية السياسية صعب التصور ان يلجأ الى الاسريب التي يتبحث السياسيين عامة عندما يخطبون جمهور واسع او يعني ففي حركة لكن مشكلة انه حاول يقنع النواب وبالتالي الرأي العام بما هو ليس مقنعا لان الحقيقة البرنامج ده هو برنامج الاجراءات المؤلمة اللي احنا شفنا نتيجها ثلاث وبالتالي اقدر اقول الحقيقة وبأمانة شديدانة قد رأيته اكثر مرة في لقاءات مصغرة يعني انا بعتقد ان اداؤه تحسن جد يعني بين اول لقاء واللقاء الاخير اداؤه تحسن حافظ الارقام حافظ ملفاته لكن مش انا بعتقد مشكلته ان سلطاته مقيدة سلطاته مقيدة اكثر من لازم لان رئيس مجلس الوزراء وفق الدستور هو الشريك في السياسات العامة لكن الحقيقة اللي انا شايفه قدامي ان مجلس الوزراء رجعنا لورا بكتير قوي ندر اولسك تاريط رئيس الجمهورية فانا لا استطيع ان احاسب هذا الرجل لان يعني الحكومة لا تحكم اه الحكومة لا تحكم لكنها جهاز تنفيذي خاضع للرئاسة ده انت حقيقة القبر فلو في حد عاوز يوقد اذا حد احترم نفسه عاوز يوقد شريف اسبعيل يوقد الذي يوقد فكرة العودة الى حسب تعليمات الرئيس احنا كنا بنتمنى بعد يناير يبقى الرئيس ولو سلطات دستورية واسعة ولابد ان تحترم وتقدر لكن الحكومة حكومة والبرلمان برلمان والرئاسة رئاسة والمعارضة معارضة انا اظن ان احنا في فوضى فوضى تعريفات موجودة لا الحكومة معرفة ولا البرلمان معرفة واحيلا تشعري ان البرلمان الحقيقة فقد يعني بزقياته جدا بس انا نطلع البرلمان المستقبل السياسي لحكومة المهندس شريف اسماعيل في 2017 شايفو ايه يعني بحقائق الموقف اعتقد انها لن تستمر في 2017 لن تستمر لكن الى اي مدى قد تستمر انا اعتقد يعني الربابة وده يعني المشكلة لو انت جيبت حكومة تانية بنفس المواصفات الحالية الفشل مؤكد في حد عنده شك في البلد ان احنا امام فشل اقتصادي غير مسموقة في حد ممكن لما حد بالارقاب يعني حتى بنتكلم احنا فيه ازمة حقية وجزء من الخروج من اي ازمة اول حاجة نازم نعترف فيه ازمة انا مش حاسس فيها حد في الدولة مستعدة ان يعترف امام رائع العام ان احنا فيه ازمة انا شايف دايما على الكبار والجسور بالاصلاح الجريء نقصر الطريق طب اي طريق واي اصلاح واي مستقبل وبإيدينا ونعمل يا جماعة احنا بحاجة بس المستقبل محتاجين مقاربات اخرى احنا اول حاجة نصارح الناس بالحقيقة الاقتصادية ان نعرض عليهم ثانيا خطة واضحة وعملية ان نقول لهم ثانيا متى تتوقف الازمة ومتى يبدأ الانفراج لازم اقناحهم ان الدولة حريصة على عدالة توزيع العباء لكن طول الوقت ان كنت بتحميل العباء بس كل الكلام اللي حاجة بتقوله حاضر فيه خطابات الرئيس نفسه يعني احنا بنحضر لقاءات كتيرة وحاجة بتبع معنا فيها ده كلام حاضر في كلامه لا انا عاوز ده حتى عاتب احد الوزراء لما ما شرحش الوزراء قال له شرح للناس كده ببساطة الوضع الاقتصادي عشان ما نبقاش واي احنا مش هنعرف نشرح الوضع الاقتصادي لان فيه مشكلة في الحكومة وانا يعني مش حكومة سياسية يعني افضل ما يتكلموش الحقيقة لان باستثناء وزيرين او تلاتة عندهم خبرة او خلفية سياسية باستثناء عندهم خبرة ودروا يتكلموا ودروا يشرح لكن انا عندي مشكلة كبيرة جدا في الخطاب مع الرأي العام اول خطاب سيء هو خطاب التبريغ تاني خطاب سيء هو احالتها الى مؤامرة خارجية دولا انعظوا في الاخطاء التي ارتكبها انا في مشكلة في الخطاب السياسي وبالتالي وعندك مشكلة في الاعلام كمان انت حتخطب الناس عبر ايه اذا انت كنت بتضيقي على الاعلام طب هنتكلم في انا عاية اه عندي